أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام ترجع الطلب العالمي على الذهب في الربع الأول من عام 2023 بنحو 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وهذا رغم عمليات الشراء الواسعة من قبل البنوك المركزية التي جمعت نحو 228 طن من الذهب خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من عام 2023 ذكر مجلس الذهب العالمي في أحدث تقاريره الفصلية عن اتجاهات الطلب وقال أن حجم الطلب سجل ألفاً وواحداً وثمانين طن وهذا في الربع الأول من العام الحالي مقابل ألفاً ومائتين وثمانية وثلاثين ونصف طن خلال المدة نفسها من العام الماضي وبهذا يتراجع الطلب بنسبة 13% خلال الربع الأول من العام الحالي أما الطلب العالمي على الذهب فشهد من جانب البنوك المركزية نمواً قوياً خلال الربع الأول من 2023 إذ أضافت أكثر من مائتين وثمانية وعشرين طن إلى احتياطياتها وهذا يعني زيادة بمائة وستة وسبعين بالمائة على أساس سنوي وهي الكمية الأكبر التي تشتريها المصارف المركزية منذ عام 2000 على جانب آخر ذكر المجلس العالمي للذهب أن مشتريات سبائق الذهب في أوروبا تراجعت كما هبط أيضاً الطلب على الحلي في الهند إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات وبلغ إجمالي الطلب على الذهب من جانب المستهلكين ونعني هنا مشاهدين الكرام الحلي الذهبية 478 طن خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة واحد بالمائة فقط على أساس سنوي يأتي هذا بينما ارتفع الطلب على السبائق الذهبية بنسبة 5% وهذا يعني وصوله إلى 300 طن خلال الأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في مارس 2023 وعلى النهج نفسه رفعت الصين وحيازتها من الذهب للشهر السادس على التوالي بأكثر من 8% أو بثمانية أطنعاً عفواً في أبريل الماضي ليبلغ إجمالي الاحتياطيات بنهاية أبريل نحو 2076 طن من الذهب لنتحدث عن الأسعار بلغ متوسط سعر الذهب 1890.20 دولار للأنصة خلال الربع الأول من 2023 وهذا بزيادة واحد بالمائة على أساس سنوي لكنه يعتبر أعلى بنحو 10% مقارنة بالربع الأخير من 2022 إذن مشاهدين يعتبر المعدن الأصفر من الأصول الآمنة وعادة ما يقبل المستثمرون على شرائه بصورة أكبر في أوقات الاضطرابات الاقتصادية مثل الأوقات التي نشهدها حالياً حول العالم